موسيقى 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 عبد الرزاق الذي جاءنا من حي النور حي المنظر الجميل نقول لها مرحبا أهلا وسهلا هو شاب في مقتبل العمر يعاني من مشكل في النمو لكن رب العالمين عوض هذا النقص في مواهب عدة وفي نعم أعطاها إياه حفظ القرآن يعني يحفظ مجموعة من الأحزاب من القرآن الكريم أيضا له موهبة قوية جدا في تقليد الأصوات وعديد المواهب رح نكتشفوه معاه إن شاء الله خلونا نرحب به ونرحب أيضا بخوه لحاضر معنا أهلا بك عبد الرزاق كيف الحال؟ بخير أنت لباس؟ بخير ممتاز؟ ممتاز أين هو كمال؟ هنا وأين عبد الرزاق؟ أنا هنا أنا هنا نعم رح تكتشفو مواهب عدة لصديقي الحبيب عبد الرزاق هو جاري بالطبع وكل مرة كنت لقاه يقول لي لازم تجيبني لحستك لازم تجيبني لستاكيدس فأبيت أن يكون أو تكون هذه الحلقة استثنائية معه أيضا نرحب بخوه الرائع جدا والجار الصديق الحبيب محمد البشير احنا نعرفه بشيري شيري لباس شهالك كمال لباس بشخبارك يا محمد لباس والله الحمد لله لباس لباس خير خير لباس وشكرا للاستضافة كمال وشكرا لطاقكم إن شاء الله وإن شاء الله تفتح حلقة ممتازة نعم ديما يقول لكم عبد الرزاق قلوا لعني كمال يجيبني آه جيبولي كمال ديني كمال دوني الكمال نعم تلاقيت بي في العيد الماضي في المسجد قال لي لازم يجي لحسة تاعك وأصر وكان معه الولد تاع قال لي يا كمال راه ديما كل صباح ينوذي يقولي دوني الكمال دوني الكمال يا سيدي قاناة التحرير تفتح لك أبوابها في كل وقت يا محمد يحب يجينا مرحبا بيه الله يفتعليك يا سيدي يلا نتعرف عنك أكثر ما هو اسمك؟ حمودي عبد الرزاق كم عمرك؟ 16 سنة أين تسكن؟ في حي النور الشمالي حي النور الشمالي بالضبط هو حي نور أولاسك في حي المنظر الجميل هكا سيدي هunk�� يمن الجارة أو حي النور نعتبر نسمى نقوله القارة الغربية القارة الغربية نعم كان لي في حدود النور و هحنا يرونه في حدود القارة الغربية نعم نتعرف عن عبد الرزاق عرفنا لأكثر يا محمد لمن يحب يتعرف عن عبد الرزاق قبل ما نبدو نسمعه شوي مواهب منه عبد الرزاق نقوله حني عمره 16 سنة نعم نقوله كانت من كان عمره تقضي تقول كان عمره عامين لحق بعد العام شعر نقوله احنايا من دارولة طهور طهور التاعة ثم نقوله احنايا تغير جذريا ما في كل لغته هذيك ايوه اه تغير نقوله احنايا منا بدا يعاني من بعض المشاكل اه كان من المشاكل وكي رحنا احنايا للطفون احنا قلنا شكنا في الأول التوحد التوحد كي قلنا للطفون قالوا ممكن ما نقولوش تواحد لانه شاف الخدمة التاعة ثميك وتعامل معها قال ممكن عنده نسبة قريب التواحد من النموه تاعة النموه تاعة هو ما زال نقص شوي نقوله مثلا انتو عمره 16 سنة تو حاليا لنموه تاعة نقوله احنايا عشرة سنة عشرة حداش ايوه يولي 20 سنة نقوله يولي 15-20 سنة معناها حكت ماشي ايوه هذا هو المشكل يعني منه تقريب المشكلة بالصحة سبحان الله رب يعطاه موهبة معناها ممكن ما فيش حتى يناي ومشي ما دخل يقصم بالله رب العالمين ينحي حاجة إلا ويعطي في مكان آخر رب يبارك له ما شاء الله عليه من أكثر الأشياء المميزة في عبد الرزاق أنه ملازم للمسجد هذا يحنا يرى أنه هنا لبس علينا والواحد مرة يروح ومرة يجي هكا مرة يروح ومرة ما يروح فعبد الرزاق ملازم كل ما نشوفه إلا هو مترافق مع الوالد التاعه سي حمزة بن نشول التحية من هذا المنبر إلى بيت الله وما أعظمها من نعمة يلا أنا حاب نبدأ نسمع منه أول موهبة عند عبد الرزاق وهي تقليد تقليد القراء تقليد القراء هو يحفظ حزبين من القرآن الكريم حزب عمراء وختمه ما شاء الله وعنده موهبة كبيرة جدا في تقليد القراء سنبدأ نعطيه الأسماء تقليد القراء وهو يقلد لي مستعد يا عبد الرزاق أجل نبدو في تقليد القراء أجل هكذا يلا بسم الله الرحمن الرحيم البداية مع علي الحذيف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبن وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغدوب عليهم ولا الضالين أمين آمين ما شاء الله محمد قل لما يرشي علي الحذيف يزيد يدخل اليوتيوب بشي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبن وإياك نستعين إهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغدوب عليهم غير المغدوب عليهم آمين ماشاء الله ماشاء الله فارس عباد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبن وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغدوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ماشاء الله عليك يا عبد الرزاق ماشاء الله رحو الآن الصوت ياسر الدوسري بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبن وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغدوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله الرحيم أيضا علي جابر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبن وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغدوب عليهم ولا الضالين آمين ماشاء الله أيضا سديسي بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبن وإياك نستعين أهدنا الصراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغدوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله ما شاء الله المنشاوي قلناه مازال المنشاوي يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغدوب عليهم ولا الضالين آمين صادق الله العظيم بسم الله ما شاء الله ربي يحفظك يا عبد الرزاق وربي يبارك فيك ما شاء الله عليك أنت رائع ما شاء الله شكرا يا سيدي ما هوبت التقليد يا محمد وقتش بدأها ولا وقتش اكتشفتوها فيه آمين معناه هو يقولوا إحنا يشوف النهار واقع يامات كورونا ماخي فقط أثميك إحنا يشوف الكعبة فارغة صح وهو تفرج معنا والقرآن ويمشي شغل لك شت فهم تعلق فهم معناه مقاديما قاعد في الكورس مقابل تلفزيون مقابل يشوف حتى أن كل يوم يسمع كل يوم يسمع كل يوم معناه كل مرة قارئ ويسمع ويشوف فاكعة نثم يكون تقريبا من أي مذكورونا 2019 و 2020 لليوم ما زال العادة هذه اليومين هذا ما شاء الله لا ما شاء الله نعم نعم القنوات اللي تتابع فيها وشي يا عبد الرزاق ما هي القنوات اللي رك تتابع فيها السعودية القرآن الكريم نعم أيضا السعودية السنة النبوية نعم أيضا مجد القرآن الكريم ما شاء الله أيضا كرتونة بالعربية كرتون بالعربي نعم أيضا تشاهد رسوم متحركة نعم تشاهد رائعة رسوم متحركة أجل نعم جميل وشي تتابع سبونج بوب ولا وش تتابع رسوم MBC3 أحلى عالم MBC3 أحلى عالم جميل جدا ما شاء الله بسم الله ما شاء الله نعم تحفظ أنشهو ده ما تحفظ تحفظ أنشيد ماذا؟ أنشيد أنشيد تحفظ مصطفى مصطفى أجل تحفظها؟ أجل نشودها مع بعضنا؟ أجل مع بعضنا أيضا معنا مشاهدين الكرام يلا معنا يا شيري أكيد يلا من أجل مصطفى 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 من بعضنا للصفى سيد الألبية مش عالون في الوثاة كان في عدفه للياتان مفاة مصطفى مصطفى أبنعه للصفى سيد الألبية مش عالون في الوفاة كان في عبده كان في عدفه للياتان مشرقا خالف التلبو أن تموتوا لقا مصطفى 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 سيد الألبية مش عالون في الوفاة كان في عدفه للياتان مفاة شكرا يا عبد الرزاق ما شاء الله أيضا من مواهب عبد الرزاق أن يحفظ ترتيب الصور القرآنية على ظهر قلب يلا يا خلني شد معك الترتيب والله من يحافظه ومن يعارفه خلي نشوف المصحف عندي يلا نبدو في ترتيب الصور يا عبد الرزاق نبدو من البقرة إلى الناس خلاص ثانية ثانية واحدة بركة ون الفهرس فهرس فهرس صورة نعم يلا بسم الله يلا البقرة العمران نعم النساء المائدة ثانية يا عبد الرزاق معنا أيضا المشاهدين للكرام تابع معنا فهرس المصحف إذا أخطأ بش تصوبونا يلا نعاود البقرة العمران النساء المائدة الألعام نعم الأعراف الألفال توبة يونس هود يوسف الرعد إبراهيم الحجر نحل إسراء كهف مريم طهاء الألبياء الحج المؤمنون النور فرقان شعراه النمل قصص عكبوت روم لقمان السجدة الأحزاب سبا فاطر ياسين صفات صاد الزمر غافر فصلة شورة ما شاء الله نعم نعم أكمل دخان دخان جاثية الأحقاف محمد الفتح حجرات قاف ذريات طور نجم قمر الرحمن الواقع حديد مجادلة حشر من متاحنة الصف جمعة منافقون تخاب طلاق تحريم الملك قلم الحاقة معارج نوح جن مزمل متثر قيامة الإنسان مرسلت جزع عم نعم بسم الله النبا نازعات عبسة التكوير الإلثبطار مطففين الإشتقاق بروج طارق أعلى غاشي فجر بلد شمس الليل ضحى الانشراح تين علق القدر بين زنزال العديات القارعة تكاثر عصر همزة فيل قريش معون كوثر كافرون النصر مسد إخلاص فلق الناس الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله قلوا ما شاء الله عليه رب يبارك ما شاء الله على ظهر قلب ترتيب السؤال القرآنية لأن يعرفها لأنت فتحي لأنت إشيري أبداً حتى من كبار القرآن لا يحفظ ترتيب الصور ما شاء الله عليك يا سيدي ما شاء الله أنت رائع ومميز ما شاء الله عليك ها هو سيدي ونهل النقص يعني مننا يريد كامل لأنه من هالنقص هذا حتى نقرأ القرآن الكريم ويتعلق وتتعلق قلوبنا بالمساجد ونحفظ ترتيب الصور والإنشاد والكلام الهادف والجميل ما شاء الله طبارك الرحمن يلا يا سيدي الدراسة يا محمد البشير في من سأل هل درسة في الابتداء عبد الرزاق لم يدرس الدراسة نعم أخاتي معناها كان قولوا هناك هذا زود الزان معناها أشغل لأمي كات متشدة قلت أنت حبي يقرأ كاش ميت يتريكل لحاجة هو ما يكذبش عليك معناها كان نافر من القرية نافر من القرية كان نحكي القصة كان يديل فيه واحد اللقطة كان يخرج من المدرسة معناها تلبس أمي يلبس قشة يرو يلحق على ذا الباب نالحكت قلت لي يلحق أشوف طلعت عنا تدخلوا بالقسم كل وهو قعد البر عادر شاك أنا ما قريناش شي لماذا لماذا لم تقرأ بطرت بطرت قراءة جيدة ولا لا لا بحب الشيقر عبدالرزاق نعم كانت فيه وقت الرسم كان يرسم في القسم حاليا معناها نعم أيضا عندما هو هبت الرسم نعم أنت ترسم يا عبدالرزاق أجل ماذا ترسم ماذا ترسم أرسم الشيوخ الشيوخ أجل ما شاء الله صح أه يرسم في الشيوخ نعم معناها يتعاون في يقته يقترسام معناها الكبيرة تعاون فيها معناها شوي ويرسم كيف كيف يرسم الكعبة يرسم أحدها المصلين القدس مثلا المدينة المنورة تقول له أرسم يرسم أي حاجة ما تقول له أرسم يشوفه يبدأ ماشاء الله تبارك الرحمن ماذا يعمل محمد البشير ماذا يعمل يعمل الصور كاميراء نعم هو مصور ماذا يعمل من كمال ماذا يعمل يعمل تحرير يعمل في التحرير وفتحي ذكا ماذا يعمل انظر إلى فتحي ماذا يعمل يعمل كمبيوتر كمبيوتر نعم ماشاء الله ماشاء الله قل لي يا عبد الرزاق إلى أين تريد الذهاب أين تريد أن تذهب ما هو حلمك حلمك ثواني اسمعوا هذه جيدا يا مشاهدين الكرام يحلم بحاجة حاب تحقق له في حياته في دنياه يريد من يسمعنا حقق لهذه الأمنية أمنية عنده منذ الصغر كل ما يقول له إلا يقول هذه الأمنية إلى أين تريد الذهاب أين ذهاب عمره رمضان يريد الذهاب إلى عمره رمضان قلبه متعلق بعمره وين في رمضان بدأ موهبته في تقريد القراء وحفظ القرآن عندما شاهد في التلفاز الكعبة أمامها أيام كورونا والآن كلما سؤل وين ركحة بتروح ما يقول لتركيا وما يقول لأوروبا ولا يقول أي مكان فقط يقول البقاع المقدسة حاب يروح للكعبة وين حاب تروح يا عبد الرزاق في مكة المكرمة في مكة المكرمة وحاب عمره في رمضان يا أهل الخير يا محسنين من يحقق حلم هذا الشاب المميز والرائع الذي يقرأ القرآن ويحفظه ويحفظ ترتيب الصور وقلبه متعلق بالقراء ويقلدهم بعمرة في رمضان القادم وما ذلك على الله بعزيز نسر خير ياسر كما دلنا من قبل نداء الكثيرين والحمد لله تم الاستجابة لنداءنا لما لا بعد هذه الحلقة في من يتصل بنا ويهدي عمره لهذا الشاب الرائع قول يا ربي إن شاء الله يا ربي إن شاء الله قول واحد يهدي لي عمره إن شاء الله يا ربي إن شاء الله قول إن شاء الله يهدوني عمره عمره يا ربي إن شاء الله وكل سمعين إن شاء الله يسمعوا فينا وما ذلك على الله بعزيز يا رب العالمين نعم مش عانزيني معاك يا سيدي انت ربي بارك ايضا قالوا لي تحفظ انشوده عن الوطن وطن له عشق القلوب عن مكة يلا هذه خليك انتويا تنشدها انا منشحفظها يلا وطن هذه ايضا تدعم طلبنا في العمرة يحفظ انشوده وطن له كل القلوب على مكة المكرمة يا ربي لحكو المشاك ان شاء الله يلا يا سيدي نبدوها ببعضانا وطن له كل القلوب وطن له عشق القلوب وعشق نوب بين الجوانح دائما مغلاب عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم الواحد الوهاب أنت الأحاب من البلاد لقلبه فهواك بين ظلعه وهاب فصبه قد قضاه في جنبتها وشبابه في حبها جواب هي الفهو وهو الوفي لالفه وهو المحب وشبابه لرمها أوابه ما شاء الله عليك يا عبد الرزاق صوته جميل أم لا محمد جميل ليس جميل صوته وصوتي أنا صوت جميل ومحمد لا ليس جميل والله جميل جميل جدا ما اسم والدك والدك أبوك ما اسمه بابا ما اسم بابا باباك حمزة حمزة ما شاء الله نوجه تحيي مرة ثانية وثالثة لي والده حمزة الذي كما قلت كل ما رأيته إلا ما إلا وجدته ذاهبا للمسجد مع عبد الرزاق قلبه متعلق بالمسجد تقيما ختمت الحصة كملتها كلمة أخيرة منك يا محمد البشير اللي نورتونا في حصة اليوم ركجبت لنا البركة اليوم للتحرير يا عبد الرزاق محمد كل مع عبد الرزاق يحب يجي للتحرير يدير حصة يسيدي مرحبا به راح خلوه له المجال مفتوح في كل حصة يا فتحي يدخل حل للستوديو وخليه يدخل اللي كان هنا يكان الله هو فتح نعم مرحبا يا محمد كلمة اختمية شكرا للاستضافة كمال معنا حققت تغضو حققت حلم الطفل إن شاء الله لا شوف الحلمة إن شاء الله راح يتحقق لما نتصلوا بكم إن شاء الله ويتصل بنا فعل الخير يهدين عمر بإذن الله سماء الله علي إن شاء الله نعذبين نحن وأكيد ما إن شاء الله ما حاجة تكون لخرة هذه لا نشاء الله بإذن الله يكون حاضر معنا ديما بإذن الله شكرا لنا فتحي كلا فيه وشكرا علي الصيد اضافة وإن شاء الله تكون حلقة سمحة نعم خلي نقوله المشاهدين شكرا لك على الحضور شكرا لكم شكرا لكم وشجعونا بالتعليقات قولهم علقوا علقوا لنا نعم وشاركوا البث شاركوا البث شاركوا البث شكرا لك يا سيدي نختم أنا وياك بالفاتحة أنا أقرأ وأنت تقرأ يا الله أقرأ معي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المهدوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمين هو أحمدون ومحمد قلبي محمد بهديه نتعبد قلبي محمد يا ربي صلي عليك مالطير ناحا وغرّد وهو النبي الماحي قلبي محمد الوجه كالمصباحي قلبي محمد محظ ظلام ونادى نادى لكل فلاحي نادى لكل فلاحي هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صلي عليه مالطير ناحا وغرّد هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صلي عليه مالطير ناحا وغرّد ظاهر القلب نقي ذاكر لله المصطفى الصفير